محكمة محكمة للسيناف المسشار عبد المعز إبراهيم توفير قاعة فسيحة لكي يتم نظر القضية فيها لكن جرى نظر القضية فيها الغرفة أو في القاعة الضيقة رقم 52 بالطابق الثالث بدار القضاء العالي والمحامين قدموا ما لديهم من طلب الرد على أضوء الموعد الذي تحدد لتقديم الطلب المحكمة اجلت لجلسة 22 أكتوبر القادم وسمحت بتقديم المساندات اللازمة خلال هذه الفترة حتى يتم الفصل في طلب الرد قبل الموعد الذي حدده المسشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات لنظر القضية مرة أخرى على ضوء الفصل في طلب الرد يوم 30 أكتوبر وأتصور أنه كل الأسباب والأسانيد قدمت اليوم ولا يستطيع أحد أن يتجاوز عدالة القضاء ويقر بما سيحدث لكن كل المؤشرات تقول رغم ذلك أن طلب الرد سوف يرفض لأن الكثير من المحامين حتى من كبار المحامين الذين سألتهم منذ الصباح الباكر في غرفة المحامين رأوا أنه لا توجد مسوغات قانونية قاطعة تدفع نحو قبول طلب الرد وبالتالي طلب الرد قد يرفض الأخطر في هذا الموضوع والذي ما كنا نتمنى هو أن يتم فصل الدعوة المدنية عن الدعوة الجنائية وإذا حدث ذلك فسوف يتم وقف الدعوة المدنية لحين الفصل في الدعوة الجنائية وبالتالي حقوق الشهداء سوف تتأخر كثيرا لحين انتهاء من الشق الجنائي في القضية لحين ترتيب الأمور في متعلق بالدعوة المدنية هذا ما هو حادث وهذا ما هو متوقع وفي نهاية الأمر نحن ملتزمون بأحكام القضاء أين كانت أحكام القضاء علينا جميعا أن نقبل بها طالما ارتضينا العدالة منهاجا لإدارة مثل هذه المحاكمات شكرا سازم محمود شكرا شكرا شكرا